السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة انا في ضيافة واحد من الوزن تيل قوي. الوزن اللي ابتده يخوف الوزن اللي ابتده يرعب. النهاردة معي محترف من طراز جديد. لسه فرش. لسه ياخد الكرب مع انا كابتن حسن مصطفى. السلام عليكم. اخبارك ايه? الحمد لله في نعم الله. كله تمام. الحمد لله. حسن انت عملت خطة جديدة. اخبار الخطة دي بالنسبة لك انت ايه? الحمد لله يعني انا اشتغلت عليها كتير والله كان نفسي فيها من زمان بس الحمد لله كل شيء بوقت الكويس. تعبت? اكيد طبعا. طيب. نوع التعب اللي انت تعبته المرة دي غير البطولات اللي انت نزلتها قبل كده. ايه الفرق ما بين البطولات دي البطولة اللي فاتت. اقول لك حاجة التعب المراضي مش شكل مثلا مش اكتر من كل بطولة. بس الفكرة المراضي عن كل بطولة ان المدرب اللي معايا فهم طبيعة جسمية. انا ممكن الاول كنت بتعب اكتر من كده بكتير. تمام? كنت بتعب مسلا الاول كنت بجائز سبع ثمن شهور. اه ضايل سبع ثمن شهور. اه القرب بتاعه لا. المراضي الحمد لله. التجهيز بتاعي تلت شهور تلت شهور بص الزبط. تمام? وتمريني ما يعني اه القرب بتاعه كان شهور قليل. كان القرب بتاعه كان عالي. طبع الجسمي طبعا من فشل مع القرب الواطي. اه. فهو الفكرة اللي المراضي الحمد لله عرف تعمل انجاز كويس. وفي وقت قصير ان المدرب اللي معايا بدأ ايفهم طبيعة الجسمي. حسن انت معلش تبص انا حامل دايما بعمل حاجة كده. بنطلع قدام شوئتين وبعد كده برجع اعطي. تمام. انت جيت كويتي ازاي? واي الفكرة ان انت تبتدي تبص الكمال الاكسام? بدأت من ايه? اولا انا والدي. اه. والدي كان بالاول الحمد لله. وهو اللي حفزني وشجعني ووقيف معايا ودعمني لغاية لما وصلت الاول بطولة عالم. تمام? كانت سنة كامل? 2014. ده كان فعلا اول اول ظهور ليه? اول ظهور ليه? اه. تمام? ويف جنبي مني اه مثلا كنت مثلا زي عندنا في مصر اي حد يقولك مثلا ايه? ايه خلاص الوالك كبر اطلع اشتغل وبتاع وهات فلوس والكسة دي? اه. لأ والدي اقول لي لأ خليك قعد ركز في تملينك لكش ادعو بالمصاريف انا اصرف عليك احاول اعمل كل اللي اقدر عليه عشان تقدر تحقق اللي انا بحققتوش. فوالدي احكي انا على طول يوقف وار ظهري. انا كم سنة لاتي حصل? انا عندي 25. طيب 25 ده سن صغير. تمام? ما شاء الله عليك. والدك في الفترة اللي هو كان يقال لك قعد في البيت وانا حصرف عليك وانا هبقى متكفل بالمواضيع دي كلها. لما جات الفترة ان انت لازم تستخدم مكملات غزائية وصبت من تسبيدة. هل عارض وخاف عليك لأ ابني وحاجات يحصل له وكده? طبعا اكيد طبعا ايه اب بخاف على ابنه. قل لي بقى تخططوا المرحلة دي ازاي في الموضوع السابلمنت. يعني هو وافق ازاي? اقنعتو ازاي ولا ايه اللي حصل بزبط? اهو الشيء طبعا ما جيت اقول له مثلا فيه برنسا سني وقت منها 18 سنة والكلام ده كله. اه قلت له في حاجات في الكابتن اللي كنت معاه. قلي في حاجات في الجيم بتساعدك اللي انت توصل له هدفك بسرعة والكلام ده كله. فطبعا كنتش لسه فهم حاجة في السابلمنت او الحاجات التانية. فقال لي لا طبعا ممنوع ومش ممنوع. قلت له الكابتن قال لي الكل بياخد وعشان توصل له هدفك لازم انت استخدمها. بالضبط. قال لي لا طبعا. اهو والدي طبعا ما حق. اهو مسلا اقول لك كان الاول مسلا نفهم اهتقعد مكامل غزائها هتموت سيها. اه. كله كان معروف الاول كده. اه طبعا. فقلت له خلاص انا اخدك معاه الكابتن وقعد معاه وفهم منه. هو اكيد فهم مني اكتر مني. وهي يعرف يعني الحاجات اللي انت مسلا الان منها كلها. اسأله فيها وقعد معاه. ولو لقيت الموضوع مش عاجبة كتير. اه خلاص وقت ساعتا مش اخد. بالضبط. فقعد مع الكابتن. الكابتن طبعا فهمه وقال له لا. قال ما الحاجات دي بتتاخد بطريقة علمية. وازم مثلا بياخدها بازم بعد ما بيخلص البطولة بتاعته ارجع انا اضاف له وارجع ارجع مثلا كل شيء زي ما كان. بس طبعا ما ينفعش حاجات اتاخد بكمية كتيرة لازم انتاخد يعني بطريقة منتظمة وطريقة علمية عشان ما يدروش. يعني انت بتنصح لو اي حد بتفرج علينا دلوقتي. التساق المنس او الحاجات دي لازم تبع تحت ايد مختص. طبعا ما ينفعش حاجات صورة. وما ينفعش مثلا انا طبيعي الجسم غير طبيعي جسمك. معلش. انا مثلا انا مثلا الاول كنا ايه. كله كان مثلا اخد نوب مكمل واحد. انا مثلا انا طبيعي جسمي كتبت شتال دون كتير بطرقة غريبة. كان الاول اخد سيريس ماس. ما ينفعليش سيريس. ما ينفعليش طبعا. راحت اعفلوس في حاجات ضرورنا اكتر. بالضبط صح. يعني اخد سيريس قال لي انا بدل ما يبقى شكل عضلات عبت دون من كل جنب. اه. لا انا مفروض لازم مثلا كابتن يكون معاك فاهم طبيعي الجسمك ايه. وينفع النوع اللي يمشي معاك ايه. انا عن نفس انا بيشتغل بالايزوتوريس او كان انشي. بيشتغل به. طبيعي الجسم ينفعش حاجات فيها. فات وسكر كتير وكرب كتير. بالضبط. فانا بقول لك لازم ان يكون يعني طبيعي الجسم ايه وتبدأ تشتغل عليها. خط القرار ان انت تبتدي تتوجه لللعبة دي وتبقى محترف فيها. انت عايز تسعط فيها. الفين وربعتاشر دي كانت زهورك. انت كنت في الفين وربعتاشر داخل اه دخلت تجارك. اه. وبعد كده عشان تتأهل لبطلت العالم اللي هي في 2014. الطموح الشباب في الفترة دي كله كان بطلت العالم. انا انا. الناس تروح بطلت العالم كله يروح بطلت العالم. ايه اللي غير الفكر فجأة بالنسبة لك ان انت تلعب بطولة تأهلك ان انت تبقى محترف تخش في المحترفين. انا الاول بص يعني انا ما كانش هدفي ملاش اول ما كان واحد فينا ببادئ انا كان هدفي اول ما بدأت مش هبطس لبطولة عالم. اه. او بطس لبطولة انا مسلا كان احكي لك كس بالاول فالسا انا كنت في اوم راح انا بواحد صاحبي مشين جين جين من مدرسة انا كنت امس من المدرسة وبتاع. فواحد صاحبي اللي قلته بيقول لي كنت لسه بدأ اللعبة كده بتاع. اللي قلته بيقول لي انا ابو يا بطل محافظة. ولقيت نظرة الفخر في عين الولد. اه. والانبساط ابو يا بطل محافظة. يعني مفتخر بابوه. اه. حاجة جميلة قوي يعني بطوت محافظة معلش ايه. ولا شيء. بس كلم يعني نبرد صوت الولد. اه. والي اللي افتخر بابو انا بطل محافظة. قلت لي ان شاء الله انا حاول ايه اخد بطل محافظة عشان يبقى مميز كده. فالحمد الله خدت اهل بطول محافظة كويس. رجلي بعد يجد بعد كده طب اخش كمان بطولة فبعد فترة روحت قعدت عدد كابتن عادل بدوي شهرين اثنين دي كان اول مثلا يعني تجهز لي في حياتي بداية ان انت تحس ان انت بتخش في اجواء ان انت تكون بقى بطل ده اه حاجات ما كنتش اعرف مثلا عن النصب المينتولة بتاع وطبعا الاول كان عندنا اللي معامة علومة انكتم عليها بزرق طبع طبع ما كانش اه ما عليش اللي كان معامة علومة كان بتمسك بها وما فيش حد من صح حد اللي اللي في اللي فروحت عدد مع كابتن عادل كان راجل محترم جدا من الناس يعني اللي انا باحترمها جدا واللي وقفت معاه في اول تاريخي وقفت مع شهرين اثنين الحمد لله وصلني المستوى كويس بعد كده رحت بتلقاب مع الكابتن الحمد غانم اللي هو في ضمنهور ده اللي ايه هو مكان معسكر شهرين اثنين بس الحمد لله هو شهرين اثنين بس عرفت اوصل في بوم لبتولة العلم كان فيه تغير جامل اه هو قال لي لأ انت بجاز في البيت لأ هتجي تعد معايا في البيت سوريا هتجي تعد معايا في الجيم تجهيز معسكر مغلق طبع انت بنسبلك في الفترة دي مصاريف كانت وعدك او انت كنت تبدين تعمل حاجه لا والدي والدي وعد ساعت اوالي كان يصرف عليه ايه فلوس محتاجة او اكلم طبعا المصاريف كثير وطبعا طبعا المصاريف وطبعا 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 خدت القرار ان انت تجي الكويت الكويت بالنسبة لك كانت انت جاي شوغل ولا انت كنت جاي راسم ان انت تبقى محترف اولا انا كنت جاي شوغل بس ما جيت هنا طبعا انا ما كنتش طبعا ما عادتش معاهم ما احتكتش معاهم ما كانش لي اخطاء تدون كبير طبعا هما في الكهيرة انا كنت في كفر الشيخ فكانت الموضوع اللي انا احتكي به وموعد معاهم كتير فانا كنت جاي هنا على اساس شوغل بسنس ادى مره انا اعمل فلوس وبتاعنا فما جيت هنا واحتكت دوارداني والسلامة والناس اه تحفزهم لي وكلامهم لي بقيت بص الموضوع من طريقة ثانية اردان قال لي لا حسن ما شاء الله جسمك حلو تعرف تجيب حاجة كويسة تعرف تاريخ قدامك كبير تحفيز من طريقة على كان هدفت بطلط خط بطلط العالم تجي ده بص الموضوع من هنا بقى لا حسن لا ده في حاجة اسمها كارت احتراف في حاجة محترفين لا في جسمك يأهيلك تجي تبص وقفت الناس جابي منك وتحفيز منك بيغيروا فكرك كتير فبدأت من هنا بقى اشتغل على كارت الاحتراف من اللي يبتدى يعني يجاهزك تجهيز احترافي في الاول قبل ما تبتدي الانطلاقات بتاعتك يعني مين كان اول واحد وقف جنبك اللي هو يجاهزك تجهيز احترافي كان ورداني ولا حتى تاني لا ورداني اول بطولة اللي يبنى مع بعض كان في هونج كونج كان اول بطولة جاهز مثلا على العب بطولة فيها كارت احتراف في اللحظة دي ورداني كان عامل انا بصراحة انا يعني فورداني ما بفهموش اولا ما بيبقى مدرب لكن افهمو كلاعب كمال اجسام ما عرفش بيعمل الاتنين دولة ازاي يعني هو هدفه واتجاهو ان يبقى محترف فازاي بيعرف يعمل الواصلة ما بين الاتنين انت اقول لي لان انت تعملت معاه في الحتة دي لا ما شاء الله ورداني انت مابه حلوة مثلا كلاعب وكمدرب مثلا انا مثلا اول مجدت بها ده مثلا اتمرن سوا بص عليها لا حسن اشتغلي كذا وحط لي كذا اعمل كذا وعمل كذا تمام وطالما انت مشيت مع مدرب سلمت دماغ المدرب ما ينفعش شغل دماغك طبعا خلاص طالما واصلك المدرب اللي انت ماشي معاه ما ينفعش بقى انت تشتغل بقرارات من دماغك لا اما واصلك فيه وتسلم دماغك مش واصلك فيه سيبه ورح له مدر التاني ومشاء الله ورداني واصلني المستوى جامد جدا يعني كان اول سنة يعني اعمل طفرة جديدة انت كنت مخيف اه اول سنة كنت اعمل طفرة جديدة ناس كتير جدا قلقت وابتدت اعيد حساباتها تاني بعد ما شاهدوا حسن مصطفى والظهور اللي ورداني ظهره له فانت في الفترة دي ورداني كان فعلا احطك في الاتجاه ان انت خلاص علعب على كارت اللي احتراف علعب على كارت اللي احتراف اول لما عرفت الانفصال بتاع الاتحادات واللي حصل ان بقى فيه حاجة اسمها اليد وفيه حاجة اسمها برو والحاجات اللي هي اللي هي كلاعب انا ما يخصنيش انا عايزه على مصرح وانافس فانت بالنسبة لك ليه سلكت الاتجاه بتاع البرو ليد وما رختش الاليد انا هدف العب مستر اولمبيا موسيقى ايا كانت البطولات التانية مهمة او فيها جوائز مادية جهيرة هو الهدف انت شايفه اولمبيا بس خلاص انا عنده هدف حيب اوصله بيطرية كم كان بتشوف مين في اولمبيا نفسك توقف يعني تشيله توقف مكانه اي لعف هنا بيتمنى انه يكون الاول اه انت عايز تنافس على الاول طب انت من وجهة نظرك انت عندك المؤهلات اللي تخليب تنافس على الاول او انت وصلت المرحلة التجهيز توصلك ان انت توقف على مسرح اولمبيا والناس ما يبقاش عليها لغط عليك كتير لغط دلوقتي لسه مش جاهز مئة في المئة بس ان شاء الله قدام هكون طبعا ما حدش كل واحد مثلا بيتعلم من غلطاته اول بطولة تعلمت غلطات تعلمت منها ما بدتش تعلمت منها تاني بطولة في حاجات تعلمت منها كل بطولة تتعلم غلطات كل بطولة بتحسن من نفسك فطبع عشان توصل لمصر اولمبيا وتوصل لمستوى كبير مش بالسان في حاجة انتوا عملتوها بصراحة انا وقفت عندها ورفعت القبعة قالوا وهي ان انت مع ورداني انتين ومدرد وصديق وفي الشغل وفي كل حاجة وانت خدت القرار ان انت اتروح مع مدرد تاني وورداني تقبل الامر بل بالعكس ولكن كان بصديق لا ورداني شجعني ورداني شجعني هو ورداني غير كده بدأ في التجهيز وقال لي خلاص طالما احب يجاهز ما يكونش مثلا ايه مركز وهو قال لي حسن ابدأ بقى ايه اشتغل نفسك اكبر وابدأ مثلا ايه عاوز مدرب مثلا ايه يكون ايه فضيلك فضيلك هو اللي شجعني ان انا مثلا اجرب مع مدرب تاني وابتاع وغير كده احنا وهارداني وصحب ما فيش ما فيش مثلا ايه من النوع اللي مثلا ايه اه لا واسبني ليه احنا كلنا اخوات وصحاب هو لا هو اللي حفزنا وهو قال لي حتى بعد بطولة جامد جامد وفي نفس الوقت ما كنتش تحبان كتير اه واستنادي الحمدلله نفس الشيء هو خلاص هو المدرب ما يفهم تباية جسمك بيريحك بالظبط بيوصلك لهدفك بسرعة طيب كلمني عن احمد اللاخت شوي لا الراجل ده لا مهما اقول مش اه مش اعرف يعني اوصفه راجل محترم جدا فوق الاخلاق ده اخلاق ده يعني كله يشهد له وبجد بجد يعني ما اصرش معي في التجهيز في دعمه لي معنويا وتحفيزه لي يعني بجد غير كده انا السنة فاتت جهزت مع اولاين طبعا اولاين مهما يكون مش شكل ما يكون المدرب ويفعل طبعا جهزت معه السنة اللي فاتت بدأنا ما كانش لسه عارف طبيعي الجسم كتير طبعا كان في بعض الغلطات السنة ده فهم طبيعي الجسم والحمد لله انت في فتر السيارة اعرفنا ان اعمل مستوى جديد انت كنت راضي عن المستوى اللي انت كنت توقف به على مصرح الكويت السنادي اللي هي اولمبيا الكويت الحمدلله في الفتر اللي انا جايزت فيها راض عليها ما قلقتش من الاساميل اللي كانت موجودة على المصرح معاك؟ احنا كلنا مثلا ما فيش حاجة اسمها اي حد لازم نعمل له احترام و لازم نقضاء يعني لازم نتعمل له اي لعب معاك اذا كان كبير ولا صغير لازم نعمل اللعبة في مينت ممكن تختلف موازنة ممكن في مينت الجسم يتغير 24 درجة ما فيش حاجة اسمها لا اه السكة حلوة وكل شيء بس لازم تعمل له كل اللعبة في المصرح سكان كبير ولا صغير لازم تعمل له سابة اه طب مين لو انا سميت اللعبة اللي كانوا ما فينا عن المصرح مين اللعب اللي انت كنت دايما شايل همه او تفكر فيه انا ما كنتش عارف اللعبة المين ينزل اصلا انا جلال ما كنتش عارف حد تاني نزل هو بيني وبينك بشو نكتب على بعض محترامي لاللين اللي كان موجود انت و جلال كانت المنافسة واضحة جدا حتى هم جابوكوا اصلا جاموا بعض في السنتر المصرح وابتدوا يقرروا ما بينكوا والموضوع كانت حسن في التحكيم السري يعني الناس كلها كانت شايفة ان فيه اول وثاني بس ما نعرفش مين هو من اول ومن ثاني والغاية اخر اللحظة محددش يعرف من اول ومن ثاني طيب اللحظة اللي انت خدت فيها المركز الاول خلاص انت عرفت دلوقتي انت اول مزانك فانت بالنسبة لك هل استقررت الامور وبقيت عارف ان انت خلاص كارت اللي احترافت ونصيبك ولا الا حصاب طبعا يعني مثلا لما قالوا البطولة الأوفر اول وزنين قال لك حاجب محدش بيتطمن قال لا يمسك المديلة في كده اه انت قد اخذ لحظة لا بس انت خلاص انت خدت ميزانك في الاول احنا كنا فاهمين ان لا هياخد اول في الميزان بتاعه هو اللي خد الكارت اه اما خدت المديلة اللي حولت الحمد الله اكيد يعني الكارت بتاعي اه ليسه بقى محسوم من بقى ان واحد تيل واحد امبابي وانا او انا و جلال ليسه بس الحمد الله طالما اخذ تيل وخدت اول من الحمد الله مش هينفع مش هينفع غير رأيهم اه بس الحمد الله اخذت الخطوتين الاولانين واندخلت المسرح وقفت وانتنده الاسم الاولاني جلال وهو خد الكارت ما قلقتش للحظة ان الكارت التاني رايح نحية مبابي خلص كنت واصك ان انت اللي واخد الكارت خلاص الحمد الله اه مبابي من شاء الله يعني من الناس اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا وسافرت معه لكده لمكسيك يعني بجد يعني اخ وصديق يعني جدع 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 يعني ومن الناس اللي انا بحترمها جدا يعني بجد يعني فوق الرجولة ارجع بيك خطوتين سراع لورا كده انت كنت بتجاهز وتتمرن جوه اكسجين او كنت بتتمرن جوه اكسجين او كنت بتتمرن جوه جولدز هنا او على الاقل مثلا مردين داتا في الاسبوع فلازم انا كنت مثلا اكتبت مره انا باجي عشان مثلا عشان خطر مدرب يكون يشوفني ايه ايه اكون معا في التمنيه احتكاكاتك ايام لما كان البطولة العالم وتجهزات البطولة العالم وصفر البطولة العالم احتكاكاتك بالاتحاد المصري كانت عامل الزادي دكتور عادل فاين كانوا بيدو لك حاجه بتاخت حاجه منهم اي حاجه مش اي دعم هو مفيش دعم اكيد احنا مفيش ولا انا ما احتبر ما بقلتلك ما تعملش معي خالص هي مره واحدة ومررتين اللي في بطولة العالم يروحت فيهم الاتحاد اخر وما كانش يعرفوا عنك اي حاجه ما كانش في دعم تماما انا كانش في اي حاجه هي بطولة العالم بطولة العالم جات ازاي ما فيش خطف لما دخلت اكسجين شفت الحفاوة بيك ازاي او عاملة ازاي في اكسجين اللي هي الفكرة بقى فكرة احترافي فانت داخل على اساس ان انت مش رايح بتلعب طولة العالم تحترف فكانت عاملة ازاي انا عايز افاهم الناس دايما الفرق بتاع ان انت رايح بقولة عالم وان انت رايح تحترف بقى وتحتكب ناس خلاص يعني مفيش لمت انت 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 الليمت بتاع نفسك فانت لو جبت الليمت بتاعك هو في واحد تاني هيعدي فانت عملت الاحساس ده حسيته ازاي جوه اكسجين الحفاوة هل بدربه داي رحب بيك في المكان وشافك كمحترف ولا كان فيه سراع فيه حاجه حصلت تكلمني عن الموضوع لا انا بالنسبة المستربة بقدر ما احتكيتش معا احتكلك شخصي هو اقوله بس يعني يعني هناك روح التاملين روح التاملين في اكسجين محستهاش جوجلز جوجلز هم هناك ما شاء الله عشان تيم واحد مثلا تلاقي معظم هم بيتمرنوا في واحد فاتجت بس مهما كونت عبان عامل الضيط و بيتموت فيه كامب منك مئة الف واحد بيموت هم انت تعبان ومش قادة علش ما فيه جنب منك واحد تعبان وميت ومش قادة وقام يتمرن انت مش لوحدك فيه عشرة جنب منك تعبنين ما حصلش تعرض ما بين ادارة جوجلز مثلا ان انت بتتمرن في اكسجين او حاجه ازا كده لا هو هو مستر فواز يعني قال لي روح التاملين مع احمد اتمرن بس كاتاملين اوكي بس شوية تانية لا ما هو اكيد بس اعني حاجه حلوه من ادارة جوجلز يشجعني حبيبنا ان يشوفني شيء فقال لي عادي عاوز اتمرن مع احمد اوكي اتمرن ويح اتمرن وتعالى بصراحة انا فيه نقطتين انا الغذبة اللي اسم افهمتهمش اللي هو ورداني يوديك للنقي وغولز توديك لأكسجين هم الناس يحبينك اوي كده لدركة هم يعملوا تطحيات بالمستوى الحمد لله قضل من عند ربنا دعوت ووالدتي لي انت عاليس جديدة حزان اه انا متجاوز من 4 شهور العروسة بقى مش غيرانة من الجوازة التانية اللي هي البادي بيلدنج لا هي اللي بتساعدني فعلا يا شايف ان البادي بيلدنج بالنسبة لك كرير ومستقبل وهو واخدك على وضعك كده هي اللي بتساعدني يعني معلش يعني قالك حاجة اما يكون الناس المحوطة اللي منك حابك تشوفك حاجة بتوصل لها دا بسرعة غيرا ما يكون مثلا بيحبتوك طب ايه اكتر الحاجات اللي انت تقدر تذكرها ما بينك وما بين زوجتك لان الموضوع لسه مكمنش 4 شهور ايه الحاجات الطريفة اللي ممكن تقولها النا حسنا بيجاهز لبطوع معلش يعني مثلا انا اول التجهيز طبعا من الجواز طبعا اي حد عندنا بيبقى طبعا ما فيش فلوس طبعا ومياح الدينة بايزة باقلت انا بدهم كنتش هجاهز لها دا لسه طالع من الجواز دينة بايزة قلت لي ابدأ وربك هاي سهل قلت لي ابدأ وخلاص زي ما تيجي تيجي دا اول شيء ايه شجعتنا ابدأ قلت لي ابدأ موضوع انت بتعافش مصارف الدينة فيها ايه قلت لي ابدأ وربنا ايه هي السرها ويمشيها من عندهم فالحمد الله مشيت فلوس جات منين ما تعرفش وربنا فتح لي باب ريز والحمد الله شوية ولقيت سبونسر اكل جاي وبعد شوية سبونسر مكمل جاي الحمد الله ربنا سر لهم في معظم الوقت مسلا بقى تعبان مش قادر انزل اتمرن خلاص انا بحط الجدوان انا عندي ثمانيتين يوم فتقول لي انت اتمرنت الله اروح تتمرنته جدا في كارد عندك تاني بالليل اه في كارد ابي قاعد بالليل تعال حسنا مش هتنزل التمرين اه لا تعال ماشي تقول لي كلمة كده على بتاع الفوز وبتاع وتحفيزي اه انت تعبان دلوقتي بس التعب الاكبر هيروح تكسب اه صح عندك التعب دلوقتي تعب بس ما فيش اكبر من التعب من قلم الخسارة انت بتتعب فيه غيرك بيتعب لو حاوب ترتاح وتقعد قعد ورتاح بس يوم تخسر وطلو ان شاء الله نفسك احمد النقي عمل معاك ايه عشان يحسسك يعني انت توصل للاول وانت مش خايف ايه الحاجات اللي فرقت معاك او تعلمتها من احمد النقي وارداني ايه الحاجات اللي تعلمتها منهم تخليك تروح لقدامه انك تكون واثق في نفسك يعني يعني خليك واثق في نفسك اعمل كل اللي تقدر عليه والمكسب بتعب بس خليك عندك انت عملت كل اللي عليك خلاص انا مثلا احمد احمد كل اللي عليك كسبت وخسرت انت جبت اخراك مش تعرف تضيب اكتر من كده اعمال مثلا ما جيتش اتمرنت اه خربطت في الضيط ده وقت ساعتها تزعى نفسك اما انت جبت اخراك مش عالاكل صح مش عالت 80 صح مش عالت صح مية في المية وطلعت كسبت اخسرت انت جبت اخراك مش عالف تضيف اكتر من كده اما انت مكون مهمل وقت ساعتها تخسر هت اخراك في كل شيء بالضبط انت كده جبت اخراك ولا دي كان بداية المشوار بقى ده ده لسه ده نهاية المشوار وبدأت المشوار جديد اعلم الاحتراف بالنسبة لك يا بشارك العامل ازاي انا اتمنى من ربنا ان كل شيء ماشي تمام واتمنى ان انا في اقرب الوقت اعف على مصر مصر اولمبيا ان شاء الله احنا اتمنى لك الخير يعني ان انا شارك في مشاركة بس في مصر اولمبيا ان ده لوحدها حاجة كبيرة وان انا اخش جوار عشرة او التوجت طبعا حاجة جديدة انا حلمي وهدفي ان انا اوصل الى الاول بس ما فيش حاجة بتجي مبين يوم وليلا انا اكيد طبعا لازم محتاجة تعب ومحتاجة شهور وسنين عشان توصل هناك كده عشان الناس اللي ما كانوا من دولهم موصلوش مبين يوم وليلا انا شفت انا شفتها بعيني يعني وانت في التجهيزة بتاعتك دي خليت بطل عالم محترف جامل جدا يبص عليك وانت بتفنش قبل الماتش كان كابت الرامي كان ايش عورك ورامي يتفرج عليك طبعا بتفرحان جدا ان الرامي يتفرج عليك ويبدأ مثلا لا كويس بس فيه كذا طبعا يعني معلش انا من النوع اللي محبك مثلا اوه عندك كذا عندك كذا ابدأ اشتغل عليهم انا محبش مثلا ايه انت كويس كلمة انت كويس دي ويبقى عنده غلطات دي مش حلوة معلش بيتخليني ابقى اوحش اوه انت كويس ومتاز بس لو اشتغلت على الحتة دي اشتغلت على الحتة دي اشتغلت على الحتة دي هتفرق منه وتم ترغب بس اه في حاجات حلوة وفي حاجات ابدأ بقى اشتغل على الحاجات اللي مشتغل بس هو ده الصح ان انت تشوف اللعب ما تنفكهش اه انت كويس بس فيه عندك واحد اتنين ثلاثة اما بتشتغل عليهم هتبقى حسن اما انت تقول له انت كويس كل حاجة كويسة تطلع على المصرح حسن بتتبع السوشال ميديا وبتفرج على الحاجات اللي بتنزل وانت نفسك عندك اكاونت مثلا انستجرام فيسبب عندك الحاجات دي انت اللي بتتابع بنفسك ولا حد بيعملك الموضوع لا انا بتابع بنفسي بترد على الفانس بتوعك الناس اللي بتحبك بترد انت بنفسك على الحاجات هو ممكن يعني الموضوع مثلا بيكون في رسال كتير او بيقعد منه وقت طويل طبعا انا بيحب يرد على الناس بس المشكلة بيبقى في وقت ما تعرفش ترد على كمية الرسائل او كمية الكومنتات اللي مش موجود عنده اه اه فانا بيحول على قد ما اقدر ان انا ارد عليهم ايه بنسبالك الاهم الفيسبوك او الانستجرام هو هنا في الكويت وبتاع هنا الانستجرام بس طبعا الفيسبوك عشان اهلي وحبايبي اللي في مصر حد من البلد بيكلمك يشجعك يدعمك كلهم كلهم انا وردت لك الفيسبوك بتاعي يعني الحمد الله اهل البلد عندي الناس كلهم طيبين ونزل عسل يعني كلهم بعتولي وبركولي ونشروا الفيديو والدك بقى كلمني عن والدك والدي ضحة السكرة كلمني عنه بعد الانتصار الكبير اللي انت عملته ده بالنسباله كان ايه الموضوع لان هو اصلا اللي بدأ الموضوع اه والدي اصلا اه اقول لك ان هو مثلا قبل البطولة بيومين ثلاثة والعارف يأكل والعارف ينام والعارف ضغط نفسي اكن انه انت اكن انا اللي هلعب اكن انا اللي هلعب كل ساعة تلاقي بي لان ايه النظام صلت الفين وطبعا انا ما اكلمني وعارف اللي انا اكسبت طبعا الدينامس دينامس ساعة فرحة كبيرة طبعا معلش كان هدف يعني حلم بدأناه سواء والحمد اللي الغد دلوقتي ننكبر فيه وان شوالله اللجاح يكون افضل وافضل باذن الله حددت بطولة من دلوقتي ولا لسه؟ انا لسه انا كنت عاوزة لعب بطولة بس المشكلة عندنا في الفيزا اه والنادي هنا كمان وقف معايا ويعمل لهم وقف لهم تعاهد ان انا هروح وهرجع هم متكفرين بالسفر والطيران وكل شيء وحطوا كمان تعاهد ان انا لو مرجعتش يطبق لهم شرط اللي انا هربت هناك ويدفاعوا غرامة مالئية اه 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 اترفض تفتكر ده من ايه؟ انا لا اعرف شيء اه 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 انا استغرر الموضوع يعني انا هشوفها بالجانب الايجابي في الموضوع اه العلق ليش بس عسى ان يكون خيار بالظبط انا حاليا لسه هشوف بطولة هشوف في الجادول واشوف بطولة بعيدة ابدأ اعملالها الفيزة وهتلؤيت الفيزة هبدأ تجهيزا انا الاول مarme فيت مشكلتي ان انا ابدأ تجهيز افكر في الفيزة في بعد تجهيز 6 شهر озبانjets بس وصلت للمرحلة ان انت تقدر تجهز جسمك في شنرين ثلاث شهور دلوتي خلاص انت وصلت للمرحلة اه الحمد لله مش محتاج ان انت تاخد فترة كبيرة بس كشهور المحترفين موضوع اختلف طبع انت بتجايز طول السنة اه شهور المحترفين ما انفعش اصلا معلك الناس دي تعبان على الحالة لو كنتش تبقى تعبان على الحالة انت كمان انت بتقول لي كمان ان انت عندك سبونسر لقتي فانت بقيت خلاص بقى في مسئولية ان انت لازم تجيب مكاسب لالسبونسر دول بنجاحك على المسرح صح انا اقول لك يعني الناس يتعبان عشان ما انفعش تفضل ايه تهذر لازم انت تروخ انتتعب على حالك عشان تعرف تعمل معم حاجة حسنا امجاد مش عارف اقول لك انا مبسوط جدا ان انا عادت معاك حبيب ربنا خليك يا رب شخصية طيبة انا مش رفتش اي حد قال عليه كلمة مش تمام ربنا عفوزك سلام او الناس الجروب بتاع بادي بندنج يحبينك جدا كلهم وقفين معاك اه الف مبروك الفوز الف مبروك الجواز الف مبروك الكارت عليكم ان انت بيت مختلف جديد انا بجد مبسوط ان انا كنت معاك الله خليك يا حبيب يتسلام يا رب حبيب تبص الكاميرا اللي هناك دي وتقول لجمهورك ايه اقول لهم طبعا اشكر كل الناس اللي وقفت جنب مني ودعمتني وشجعتني ان ان اوصل الهدف ده وطاني شي بقول لي اللعبة مثلا اي لعب حبي يوصل الهدفه لازم طبعا يكون مدرب فاهم وواحد فاهم طبعا جسمك ومنفعش طبعا يعني معلش انت سلمت دماغك لمدرب سلم له نفسك ووصلك في كلامه مئة في المئة ونفس كلامه مئة في المئة بس اهم الشيء يكون مدرب فاهم مبين نتائج مع العاب قبل كده وام حاجه يكون يخاف ربنا ويكون بيخاف عليك عشان ما يدركش في حاجه وانت كمل معه ونفس كل اللي هو يقولك عليه فيه تجهيزاتك بالنسبة للاكل والتملينك ودنيتك ما عجبكاش المستوى اللي انت وصلت له ابدأ شوف مدرب تاني ومتعبش فيه هو ممكن ما فيهمش طبيعه جسمك يعني معلش يعني العشان ممكن نفهم طبيعه جسم وممكن ما فهمش طبيعه جسمه ممكن ما اتعاملت معه وممكن ما اعرفش اتعامل معه وقام الشيء لازم انتمش على كل اللي يقولك عليه انا عن نفسي كان بيتجهز معي واحد فبطلو برنامج اكل ومرران قديم دي مرران كل يوم فانا بيحط واحد اتنين تتهي النتائج بتبقى مثلا قريبة اللي انت توصل لها. مثلا هحط كزا كزا مع التمرين كزا كزا مع اكل كزا كزا هوصل لكزا. يعني بيبقى حدفك بيبقى قريب شوية. فبصيت ما فيش تغيير. بعد خمسة الشهر اليوم غيرت الجدول. فيش تغير. بعد الثاني خمسة الشهر اليوم غيرت الجدول. اشتغير. قلت له كابتن معلشة انا اسف. من اول الشهر انا اتلغي اشتراكك معي. وابدأ اشوف مدرب تاني عشان انا مش قادر افهم طبيعة جسمك. ومش هقدر ان انا اكمل معاك. اوصلك لحاجة. فحرام ان انت تدفع فلوس للجيم. يعني ابدأ اشوف مدرب تاني عشان تكمل معها. فلجل حظ الصدوق واقف معايا. تمام? واقفين معنا بالكلام. قال لي كابتن انت زعلان ليه ومدقى. ترى فيه? قال لي احنا مبارح واكلين صانيات باسبوسة. وقال مبارح واكلين اا عندي الكنفاني. وهو مبارح واكلين ايه? وكان جاي خس. انا بصيت كده اتصدمت. فعشان كده بقولك نفس كل المدرب يقول لك عليه. وبعد كده ما يقيتش نتيجة. سيب الروح مدرب ده. متروحش مسلا انت تروح مسلا يقول لك المدرب ماشي على ضيط. وتروح تقول لي اكل مفتوح وبتاعه تقول لي الكابتن مش عايف ان هششفني. انا اقول لك حاجة. فيه ناس كتير. اول ما بدأت اللعبة. قالوا لي حسن طبيعة جسمك وبتنشاش. احبطون كتير. كنت قاد ما بيني وبيني نفس يا اقول لي. وانا جاي من كاو كانتiera. انا جاي من المريخ يعني ايه 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 انا ما بدنشافش. يعني انا ليه ما بدنشافش ت adjourس تقول لك انتى. طبيع الجسمك ما بدنشافش. كنت اقول لي مثلا. انا مسلا. انا ما بتنشافش ازاي. انا انا جاي. انا انابن ادم. غير البنى كل ابن ادمين. مفي حاجة اسما اللي ما بتنشافش. اكيد فيه حاجة غلط فيه شيء غلط. اول ما فيش حاجة مدرب مش قادر يفهم طبيعة جسمك. انا مثلا كنت الاول بعمل زرو كرب. والكرب بتاعي يوم مزيد كرب اسيتومية. انا الحمدلله النهاردة والبطولة نشوف كيف تتوقع كيف الكرب بتاعي في البطولة? الف مطيب? الف كرب. والاول كنت بعمل زرو مكنتش منشف. طب يتأكسا. انا بقول لك اي فان هنا المدرب يكون فيهم طبيعة جسمك. جسمك في كلمتك الاخيرة دي. المدرب لازم يجرب معاك الاول. طبعا لا. من اول مرة. طبعا مش هتيجي من مجرد ما يبوس على جسمك كلك. انا فهمتك. لا. انا مثلا انا مثلا انا مثلا ما كون حدي بجهاز مع ايه. بعمله جدول بحطه لبرنامج الاكل. ومرنه. ورد فعل جسمه هو اللي بيحكم هامل ايه مع الفترة الجاية. انا مثلا مش من اول مرة فان طبيعة جسمه. رد فعل جسمك هو اللي بيحكم انا هامل ايه. انا هحطيك مثلا قرب بتاعك ستة امية مثلا او الف. طبع بيت. نشفت. اعملت. ابدأ ارد فعل جسمك هو اللي بيحكم هه 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 هه. مش هعرف مثلا من يوم وليلة افهم طبيعة جسمك. لازم اعمل تجربة كزا مرة اما اعرف طبيعة جسمك. بحتاجه وقت طويلة ما افهم مثلا. المدرب. عشان كده لازم تستمر مع مدرب فترة طويلة عشان يعرف. ايه هفهمك اكتر. نشكر شروجان جزيلا كابتن حسن و بجد أنا مبسوط بجد أن أنا كنت معاك النهاردة حبيب شرف لي والله يا ربنا كابتن حسن مصطفى الدبابة الجديدة اللي هتبتدي تخش علم المحترفين و من أوصى عباب إن شاء الله حبيب يا ربنا تسلام حبيب يا ربنا أحفظك